بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخرى الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضعين متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوال متواضعاً اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرأت قدرتك لا يمكن الفرار من حكومتي اللهم لا أجدو لذنوب يغافراً ولا لقباحي ساتراً ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلاً غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ضلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي الله اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط به سوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي ويساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض وامريك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً مستغفراً منهيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمي وسالف بالركب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بالعارك بعد توحيده وبعد من طرى عليه قلبي من معرفتي ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيتك حيهات أن تكرمه من أن تضيع من ربيتك أو تبعد من أجنيتك أو تشرد من آويتك أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعر يا سيدي وإلهي ومولاه أتصلط النار على وجوه خرّت لعظمتك ساجداً وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادقاً وبشكرك مادحاً وعلى قلوبنا ترفت بإلهيتك محققاً وعلى ضماء رحوت من العلم بك حتى صارت خاشعاً وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكرو قليل مكثو يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون ولاء عن غضبك وانتقامك وصخطي وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليم الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاك لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدتي فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولايا وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملي ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثي يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمله فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيها أتمى ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وخضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلثناك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترتاه وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولا ومالك رقي يا مان بيده ناصيتي يا عليمان بضري ومسكنتي يا خبيران بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كعدني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاة وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتي وأقلني عثرتي واخفير زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددته يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقاء يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا